هنا عايز أرجع للدكتور محمد أبو سمر أنا أعزون يا دكتور أنه من ضمن مهازل الواقع الإنساني والتاريخ الحديث ومجريات السياسة أنه يبقى يتم منح الحق لتشكيلات عصبية مسلحة بأن تأتي من قارة ما لتحتل أرض في قارة ما ويسمح لها بأن تطلق على نفسها اسم الدولة فأصبح في عندي وقع مؤسف اسمه سلطة الاحتلال اللي هو أصلا قايم على تشكيلات عصبية مش دولة كانت قائمة أتت لاحتلال دولة قائمة بريطانيا تحتل الهند لا اللاشئ يأتي ليحتل أرضا ويقوم بإنهاء شعب قدر استطاعته السؤال متى يتحمل العالم نتيجة الكارثة اللي بدأها طبعا إحنا أستاذ يوسف يعني هذا المساء يعني نحن في عشية الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية الكبرى طبعا هناك مغالطة تاريخية لدى الكثيرين عندما يؤرخوا أو يتحدثوا عن القضية الفلسطينية الأزمة الفلسطينية المشكلة الفلسطينية المأساة الفلسطينية تحدثوا عنها بدءا من عام 48 وهذه مغالطة كبرى معاك الحقيقة أن الأزمة والمشكلة والمأساة الفلسطينية بدأت في النصف الثاني من القرن التسعة عشر وليس حتى يعني وليس في بدايات القرن العشرين عندما حدث شيء اسمه التحالف الغربي الاستعماري الحديث مع طبعا ما تسميه ومنسميه طبعا وما يسميه أيضا التاريخ العصابات اليهودية السيونية تشكل شيء لدينا نحن في المنطقة العربية والإسلامية واصطلع على تسمية أسمو علماء الاجتماعي السياسي التحدي الغربي الحديث وهو المشكل من الشقين الشق الأول التحالف الاستعمار الغربي الصليبي بين القوسين طبعا والمتحالف مع الحركة الصهيونية العالمية التي طبعا أخذت مكافأة من هذا التحدي الغربي بأن يتم دفعها للاستيطان في فلسطين المحتلة إعطائها جائزة طبعا مشروع إعطاء اليهود وطن قومي في فلسطين تحديدا أيضا هناك مغلطة أخرى تاريخية يعتقد البعض أنه مشروع حديث وبدأ في منتصف القرن التاسع عشر الحقيقة أن أول من حمل على كتفيه مشروع منح اليهود وطنا قوميا هو المجرم الأكبر والمستعمر الأكبر نابنون بونابرت 1900 و 1798 طبعا الحملة الفرنسية قامت على أكتاف أن يحقق نابنون بونابرت حلمه بامبراطورية كبرى له في منطقة الشرق مقابل أن يدعمه اليهود ويعطيهم فلسطين جائزة لهم لذلك كان معه بعض كبار حاخمات اليهود وهم يمكن أن يموينه وحملاته نعم الجانب الآخر الحقيقة أن صناعة هذا الكيان وهذا جوهر المسألة هو بهدف كبير للغرب وإستمرار هايمنة الغرب الاستعماري على المنطقة العربية والإسلامية دولة وظيفية دولة وظيفية ولذلك هو كيان مصطنع وهو كيان لذلك طبعا من هنا نجد أن حرص الغرب حرص أمريكا على إبقاء هذه العصابات حاكمة ومستوطنة مستوطنة في فلسطين لأنه طبعا الغرب عندما جسد هذه العصابات ككيان سرطاني مجتمعي حي عام 1948 هو ضمن مسألتين مهمتين المسألة الأولى استمرار تجزئة المنطقة العربية والإسلامية ومن ثم استمرار تسيطر على المنطقة العربية والإسلامية ومعها أفريقيا ومعها آسيا إذن المسألة هي أكبر من يعني كل ما يفعله الكيان هذا الصغير الهش وكل بالمناسبة كل يعني كبار الكتاب والباحثين والمؤرخين الأمريكان والغربيين يتحدثون عن الكيان على أنه كان هش قابل للكسر بكل سهولة لذلك سارعت الولايات المتحدة والغرب بأكمله لإنقاذ إسرائيل من الانهيار الذي حدث والنكبة التي حدث له يوم السابع من أكتوبر تشرين أول الماضي طبعا القضية الأساس يعني انعكست على أن يعني بهذا المستوى من التوحش ليس فقط الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وضد منطقتنا العربية والإسلامية توحش غربي وتوحش أمريكي يعني ربما لا أفاجأك أستاذ يوسف أنا أعرف أن حضرتك يعني من المطلعين بشكل جيد على الموضوع الفلسطيني وملف الصراع العرب الإسرائيلي عندما أخبرك وأخبر المشاهدي العزاء أنه حتى اللحظة يوجد أكثر من عشرة آلاف ضابط وجندي أمريكي يقاتلون إلى جانب العدو الصهيوني وأربعة آلاف ضابط وجندي بريطاني وفرنسي وألماني بل ربما يعني أختصت البرنامج بمعلومة مهمة أعرفتها من بعض الأصدقاء والإخوة والزملاء الذين اعتقدوا في سجون الاحتلال خلال العدوان تم اختطافهم لبضعة أشهر ثم أطلق سراحهم وبالمناسبة بعضهم موجود في مصر الآن أخبروني أن يعني التحقيق معهم في بعض الأحيان كانوا يحقق معهم إما ضباط مخابرات أمريكان أو ضباط مخابرات بريطانيين وضباط المخابرات الأمريكان أخبروهم نحن من المخابرات الأمريكية نحقق معكم في المواضيع التالية طبعا أولئك ناس عاديين يعني لا يوجد لهم أي نشاط سياسي الولايات المتحدة أعلنت بوضوح عن إرسال البوارج الأمريكية وحاملتي طائرات أمريكية البريطانيين أعلن الأسبوع الماضي البريطانيين أعلن بمونتهى الوضوح أن طائرات التجسس البريطانية قامت تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالكثير من العمليات بل المسألة الأهم التي ربما ليست سراً أن أمريكا أعلنت بشكل واضح وكان ذلك متصدر صحيفة واشنطن بوس أن المخابرات الأمريكية ساعدت المخابرات الإسرائيلية والجيش العدو في اغتيال مروان عيسى الرجل الثاني في رئاسة أركان حركة حماس وبالتالي نحن الحديث عنه باختصار طالما أن الكيان مشروع غربي إذن هذه الحرب التي نحن بصددها ويدفع الشعب الفلسطيني من دمائه ثمناً غالياً هي حقيقةً في حرباً أمريكية غربية تنفذ على أيدي العدو الصهيوني